أكد سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال الحرصة على مضاعفة الجهود من أجل الاستمرار في تطوير البنية التحتية بمملكة البحرين باعتبارها أحد المحاور المهمة في برنامج الحكومة وضمن أبرز أولوياتها وبرامجها جاء ذلك لدى افتتاح سعادة وزير الأشغال برفقة عدد من المسؤولين أول جسر للدوران العكسي ضمن أعمال مشروع تطوير شارع الفاتح لأول مرة في شبكة طرق مملكة البحرين ومواصلة للأعمال التطويرية لتوسعة شارع الفاتح افتتح أول جسر علوي للدوران العكسي بمسارين وذلك لتخفيف الحركة المرورية التي تشهدها المنطقة ولتمهيد الشارع كأحد الخطوط الرئيسة لمتر البحرين في المستقبل المنظور هذا وحرصت وزارة الأشغال بكل عزم على العمل المتكامل مع كافة الجهات المتعلقة بالمشروع بما يحفظ على سلاسة سير برنامج العمل يأتي تنفيذ مشروع شارع الفاتح وتطويره كأحد المشاريع التلموية المهمة لتحسين الحركة المرورية في شبكة الطرق في البحرين سعداء اليوم بافتتاح الجزء المهم من هذا المشروع وهو الجسر الدوران العكسي يأتي من شارع سمو الأمير سعود الفيصل ويتجه جنوبا إلى منطقة فندق الخليج ومنطقة ميناء السلمان وأيضا منطقة العدلية مجمع 338 وأيضا متجه لشارع الشيخ دعيج هذا الجسر يأتي كتنفيذ لأول جسر للدوران العكسي في مملكة البحرين ويأتي ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ هذا المشروع الحيوي والمهم ومن خلاله سيتم أيضا تحرير الحركة المرورية وتخفيف الازدحامات على هذا الشارع هذا المشروع الحيوي يعد من المشاريع الهامة التي جاءت تنفيذا لبرنامج الحكومة ومن شأنه أن يوفر بنية تحتية بمعايير عالية والمؤمنة للنمو الاقتصادي المستدام والملبية لاحتياجات المملكة الحالية والمستقبلية نحرص مع الوزارة لتنفيذ هذه المشاريع في الوقت المحدد بالجودة المطلوبة لتقديم خدمة مميزة للمواطنين واستفادة الكاملة من هذا المشروع بإذن الله أهمية التعاون هو تقديم نقل الخبرات وتقديم التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشاريع متابعة تنفيذ لتقديم خدمة مميزة للمواطنين وهو ما تحرص عليها الوزارة ويحرص عليها الصندوق ويربط هذا الشارع الحيوي بين تقاطع ميناء سلمان وجسر المنام الشمالي المؤدي إلى خليج البحرين ويسهم في جذب الاستثمارات بما يعزز تنشيط القطاعات الاقتصادية في المملكة حيث تم ترسية المشروع على اتلاف شركتي ناس للمقاولات وهوتا هيغرفيلد من قبل مجلس المناقصات والمزايدات بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية بتكلفة اجمالية بلقت نحو ثلاثين مليون دينار بحريني طلعنا في مركز الأخبار تلفزيون البحرين